بسم الله الرحمن الرحيم شكرا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء ليه باشكر رئيس الوزراء رئيس الوزراء عامل اجتماع النهاردة مهم جدا الاجتماع النهاردة يتعلق بالاسعار قاعد مع الناس المعنيين قال لهم يا جماعة النهاردة كنت بتشتكوا ايه الدولار ومش لقيينه طب النهاردة الدولار موجود طب هو المواطن محسش ايه بالاسعار انها نزلت وده صحيح يعني المفترض على مدار العشرة يام اللي فاتوا دول الناس تحس ان هناك نزول في الاسعار فيه ممكن بعض السلع بدأت تنزل ولكن مش كل السلع او مش ده النزول اللي احنا كنا منتظرينه فتحدث الرئيس الوزراء اليوم في هذا الاجتماع بلسان المواطن بلسان حضرتك وبالمناسبة رئيس الوزراء طلب اجتماع استثنائي مع الغرف عشان يعملوا اجراءات والاسعار تنخفض بقدر انخفاض سعر الدولار تاني قال لهم كده يتعمل اجتماع استثنائي عاجل عشان نجد الاسعار نزلت مينفعش ابدا ان النهاردة انه الاسعار زي ما هي وبالعكس بيه بعض السلع بتزيل طب انت مدخلات الانتاج ما خلاص اقل بقت التكاليف النهاردة تكاليف المنتج بقت اقل من الاول الاول كنت بتجري وبتلحقه وتروحوا مجلس وزراء بقى تقعدوا في مجلس وزراء وتقولوا مش لقين دولار طب النهاردة دولار موجود عندك ايه مشكلتك النهاردة انه السلع بقت مازالت زي مرتفعة وارجو دولة رئيس وزراء مرة اخرى لابد من اجراءات بمعنى الكلمة انه فيه ناس والله يحبوا يكسبوا يكسبوا مليارات مش مهم الشعب لا الشعب مهم جدا ومسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء انه مواجهة المنتجين والصناع والغرف التجارية كلها بيزعلوا مين طبعا بيزعلوا لما انا اتكلم كده بس انا بتكلم حق ربنا لما كنتوا بتقولوا مش لقيين كنا اقفين معاكم لكن النهاردة الدولار بقى موجود مش هقف معاك ولازم اقولك انتوا مسؤولين عن الجشع اللي موجود وحالة عدم نزول الاسعار فيه ناس منكم مسؤولة عن ده وده دور الحكومة جاء دور الحكومة النهاردة ولازم الحكومة تبدأ اقولها بشكل علني على الهوى العين الحمرة لازم العين الحمرة لانه دي دولة الصحاف دل اسيب الناس لمجموعة كده بيتجروا في الناس وبيضيقوا الناس ويتحكموا باسعار البشر طيب الدولة عملت اللي عليها وزيادة ميت مرة حد النهاردة يقدر يقول مش لقي الدولار ده الدولار الارخص من السوق الموازي طب انت الاول عمال تقول انا مش لقيه وبجيبني السوق السودة وماسك بقى ماسك الحكومة ماسك البلد من حق طيب هتعمل ايه طيب قولك طيب صح عندك حق صح ويطلع رئيس الوزراء في اجتماعات انه عندنا ازمة طب هنعمل ايه هنحاول نواجه طب نعمل فراجات طب الدولة النهاردة بتعمل فراجات كل يوم والتاني من المواني ايه الحجة اللي عند اي واحد النهاردة مسؤول عن مواد غزائية او عن سلع ايه اللي عندك النهاردة ايه مشكلتك النهاردة ايه هي المشكلة حد يطلع يقول مش هتلاقو الواحد يطلع يتكلم ويقولك عنك المشكلة مايقدرش يقول الدولار اللي كان بيقوله قبل كده لنباع الدولار متوفر موجود النهاردة اقل من السوق الموازي باع عندنا الحمد لله دولارات عايز اقولكو اقل من شهر والله خبر سعيد اقل من شهر داخل البلد حوالي تمانية وخمسين مليار دولار هي اقل من شهر من خمسة وثلاثين رأس الحكمة ثم صندوق النقد تمانية ثم الاتحاد الاوروبي امبارح تمانية ثم النهاردة الدكتورة ريلا المشار بتولنا عن ستة من البنك الدولي ثم حوالي واحد واثنين من عشرة ايضا صندوق تابع صندوق النقد الدولي يعني نتكلم في حدود تمانية وخمسين مليار دولار خلال اقل من شهر كان ده بيخصل عشان كده بنقول بشكل واضع وعلى الهوى عندنا دولار ما حدش يا جماعة يقول انا عندي مشكلة دولار انت عندك مشكلة انك تتربح تتربح قوت الناس وتتجرب قوت الناس وده اكبر خطأ بيحدث الان وهذا مسؤولية الحكومة المصرية ودولة رئيسي وزراء اللي انا تاني بحييه وباشكره لانه تحدث بلسان المواطن وتساءل اليوم بلسان المواطن زي ما قال البين الرسمي انا مش جاب حاجة من عندي البين الرسمي بيقول كده ويكون معنا المشار محمد الحمصاني حالا رئيس وزراء لا يوجد اي عزر حاليا لا يوجد اي مانطق يا السلام شفت رئيس الوزراء بيقول ايه في الاجتماع لا يوجد اي عزر حاليا لا يوجد اي منطق والله هاين دي استمرار تفاع الأسعار يجب أن السلع تنزل خلال الأيام القادمة أتابع مستوى الأسعار بشكل دوري اتكلم أيضا رئيس وزراء أن المواطن عانى خلال الفترة الماضية واليوم يجب أن يسمع أخبار مباشرة والله شكرا جزيلا وإيجابية هو ده الكلام من التجار وأن يكون هناك خفاض سريع في الأسعار طالب وزير التوميين بسرعة عقد اجتماع من المصنعين بشأن خفض الأسعار نظرا لخفاض تكلفة الانتاج ده كلام رئيس الوزراء النهاردة في الاجتماع ده طب رئيس الوزراء ما بيقول كده بيادور في كل بيات مصري كلام اللي أرأوا رئيس الوزراء النهاردة هو بالضبط كده ايه مشكلتكو مصنعين دولار الحمد لله عندكو ايه بيش شعلا أي عذر أنه الأسعار تبقى مرتفعة يا جماعة ولا منطق رئيس الوزراء ولا منطق أنا معرفش يحصل إيه تاني ولكن يبدو أنه كمان أكتر من كده اتقال طب هل ده معقول؟ متشار محمد الحمد صاني أولا مساء الخير مساء النور يا فندم ماذا عن هذا الاجتماع المهم ومرة تانية بحيي دولت رئيس الوزراء النهاردة لأنه تحدث بلسان المواطن بمعنى الكلمة أنه ما فيش منطق أن الأسعار تفضل مرتفعة في الحياة فندم بالفعل دولة رئيس الوزراء في إطار ما أكدنا عليه مرارا من متابعته بصورة شبه يومية لمستوى أسعار السلع الأساسية في الأسواق اجتماع اليوم جاء بناء على متابعة الأسواق وما نشهده من استمرار عدم إتاحة بعض السلع أو ارتفاع أسعارها بصورة غير مقبولة على ضوء انخفاض سعر الصرف الدولار مؤخرا وجهود توحيد سعر الصرف وبالتالي كان لابد أننا نتابع مستوى أسعار السلع الأساسية وبناء عليه كما يعني أشار دولة رئيس الوزراء اليوم لابد أن المواطن يشعر بقدر من التحسن هناك بالفعل انخفاض في بعض أسعار السلع ولكن بطبيعة الحال لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول خاصة أنه الدولة ليس فقط تعمل على الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك ولكن أيضا بتعمل على الإفراج عن مستلزمات الانتاج وبالتالي يعني يفترض أننا نشهد مزيد من توفر السلع في الأسواق ومزيد من الانخفاض هناك بعض الانخفاضات ولكنها ما زالت ليست كافية في أسعار السلع ونأمل أو نسعى للمزيد من الانخفاض أخذا لأنه يعني بطبيعة الحال تكليف الانتاج نزلت وأقلت بقت منخفضة بالزبط والحجة اللي كانت قبل كده ست مشهور محمد اللي يقوله عليه وسائلتك بتحضر الاجتماعات الفترة الماضية أنه الدولار بنجيب من السوق السوداء بقى النهاردة الدولار عندك في البنك أرخص أقل من السوق السوداء بالزبط يا فندم لأنه دي نقطة أساسية يعني لا يوجد خلاف عليها أنه كان الكثير من المنتجين إن لم يكن جميعهم يعني جميعهم إن لم يكن جميعهم كانوا بيعتمدوا على سعر تسعير بناء على سعر الدولار في السوق الموازية والآن الوضع اختلف تماما وبالتالي يعني لا توجد حجة للاستمرار في الأسعار المرتفعة وبالتالي كان لابد من عمل مراجعة دقيقة اليوم ووقفة مع الارتفاعات في الأسعار وتشديد على أهمية خفض الأسعار وضرورة أن الغرف التجارية اتحاد العام للغرف التجارية يجتمع من أجل بحث الأسعار والإعلان عن تخفيضات مقبلة في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة طيب ده ممكن يتم إزاي إيه اللي هيتم وتوجير رئيس الوزراء بضرورة عقد اجتماع استثنائي عاجل دولة رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولة اتحاد الغرف التجارية وكذلك طالب معاني السيد وزير التجارة والصناعة الذي كان حاضرا اجتماع اليوم بسرعة عقد اجتماع مع المصنعين لخفض الأسعار نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالي يعني خلال الأيام المقبلة إن شاء الله سنشهد يعني عقد اجتماعات على مستوى الغرف التجارية ومع المصنعين وسيتم عرض خطة متكاملة على دولة رئيس الوزراء بشأن خفض الأسعار من قبل اتحاد الغرف التجارية ومن قبل معاني السيد وزير التجارة والصناعة سيتم الاعلان عن تخفضات مقبلة وعرض خطة لخفض الأسعار وإتاحة المزيد منها في الأسواق إن شاء الله أسطول يا سيد المشار طول ما الأسعار مرتفعة التضخم وعدلاته هتفضل مرتفعة وبالتالي مصلحتنا ومصلحت البلد ومصلحت الدنيا كلها انخفاض الأسعار وبالتالي يأثر بشكل إيجابي على التضخم بالطبع يا فندم يعني المشكلة دي لها جانبين جانب مرتبط بالأعباء الملقعة على المواطنين من ناحية ومن ناحية أخرى تأثيراته السلبية على المستوى العام للتضخم الأسعار السلع الأساسية لها دور أساسي في تحديد مستوى التضخم وبالتالي هذا الأمر أكدت عليه معالي وزيرت التخطيط اليوم إنه استمرار ارتفاعات غير المبررة فيها الأسعار ستؤدي لاستمرار التضخم وبالتالي استمرار التضخم سيؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر الفايدة من قبل البنك المركزي لإحتواء التضخم وبالتالي من مصلحة الجميع دون شك هو العمل على خفض التضخم حتى يتسنى خفض أسعار الفايدة وبالتالي المنتج نفسه اللي بيستلف من البنك سيستفيد في حالة خفض أسعار الفايدة وبالتالي هي مصلحة مشتركة للجميع سواء مواطن أو حكومة أو منتج ومصنع على العمل على خفض أسعار وخفض التضخم فلذلك الأمر ليس فقط مرتبط بأسعار السلع والعباء الملقع المواطن ولكن أيضا مصلحة الاقتصاد ككل ومصلحة المجتمع ككل في احتواء الارتفاعات الحالية فيها الأسعار وخفض التضخم هل اللي تم عرضه النهاردة من انخفاض بعض السلع وإيه هي السلع اللي انخفض الأنواع اللي انخفضت إذا كان هناك بيان واضح وهل رئيس الوزراء لما تم طرح هذا الأمر كان ليه ردود؟ يعني في الحقيقة فعلا سيد الرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد وكيل أشار إلى أنه أسعار بعض السلع الأساسية الجملة وخاصة اللي فيها مكون دولاري شهدت انخفاض يعني إحنا بنتكلم مثلاً على هو أشار إلى الزيت والمكارونة والفول والعكس شهدت انخفاضات في أسعار لدى المنتجين أو الموردين من بس الزيت ما نزلش بالعكس الزيت زاد يعني لدى إذا كان أكده يبقى كلام مش دقيق لا يعني هو أشار لدى الجملة أفندي لدى تجار الجملة هو من بيكلم على لدى تجار الجملة شهدت انخفاض بالفعل لدى تجار الجملة ولكن دولة رئيس وزراء أشار إلى أنه المواطن لسه مازال لم يستشعر هذا الانخفاض هو دا الكلام بالضبط فبالتالي يعني دا الغرض الأساسي من عقد الاجتماعات على مستوى اتحاد الغرف التجارية نبحث الموضوع أنه حتى لو في انخفاض في بعض أسعار السلع لكن هذا الانخفاض لم يصل إلى المواطن ولم يشعر المواطن بعد بالانخفاض وبالتالي القضية هي مازالت مازلنا في حاجة إلى بحثها ومراعاة يعني بطبيعة الحال كما ذكرت حضرت عوامل الانتاج انخفضت الدولار توفر كل حاجة طلبت اتعاملت يعني الحكومة الدولة عملت عليها يتبقى المصنعين يعملوا اللي عليهم بالضبط فبالتالي لابد من أنه هذا الأمر يعني عكس من قبل المصنعين والمنتجين والمستوردين أنه في انخفاض الأسعار يعني لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي لأنه كما ذكرنا استمرار التضخم بهذا الشكل سوف يضر الجميع المواطن والمصنع والمنتجين مازالو سيدة مشار محمد الحموصاني مازالو استمر الوضع على ما هو عليه وانفيش انخفاضها يحدث إيه اللي عند الحكومة من أدوات أو أليات هل عندها أدوات؟ بالطبع يا فندم يعني لن أخوض فيه إجراءات لكن هناك العديد من إجراءات ومنها على سبيل المثال حشير ليجراء واحد ممكن القيام به وأعلن عنه دولة رئيس الوزراء من قبل وأعلن عنه اليوم فعلى سبيل المثال في سلعة السكر إحنا أعلننا أنه نظراً لإستمرار الارتفاعات ونظراً لوجود فجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج فبدأنا بالفعل وخلال إن شاء الله الفترة الأيام القليئ المقبلة إن شاء الله سنشهد ضخ قيام الحكومة بضخ 300 ألف طن سكر وبالتالي سناء الحكومة ستدخل لإتاحة المزيد من السكر وضبط الأسعار ولو عن طريق التدخل في السوق وضخ المزيد من السكر في السوق فيعني هناك أليات لدى الدولة وهناك العديد من الإجراءات سوف نعلنها في الوقت المناسب لكن مادئياً أعلننا اليوم إنه اتخذنا إجراءات بنوفر السلع بنفرج عن السلع الغذائية من الجماري ولكن أيضاً لدينا من الأليات إننا نستمر في توفير وتوفير السلع وضخ المزيد منها في الأسواق لضبط الأسواق ولابد أيضاً يعني الدولة كما نراعي المصنعين وكما نراعي أصحاب الشركات ونوفر الدولار ونقوم علينا عليهم أيضاً دور يجب القيام به ولذلك لابد من خفض الأسعار من جانبهم وهذا هو ما وجه به دولة رئيس الوزراء اليوم طيب معلش أنا آسف هل هناك أي شكوى طرحت من جانب اتحاد العام للغرف إنه عندنا مشكلة أي شيء يعني اتحاد العام للغرف يعني مازال مازال يعني طبعاً بطبيعة الحال هناك الموقف العام إنه السلع بطبيعة الحال أو الارتفاعات الماضية التي شاهدناها هي كانت في جزء منها نتيجة إنه دورة السلع على سبيل المثال لم نبدأ دورة جديدة من السلع بمعنى بشكل مبسط إنه السلع الحالية في الأسواق هي مرتفعة نتيجة إنه تم استراضها على الأسعار الأديمة اللي هي أسعار الدولار المرتفعة نعم بالتالي يعني بالتالي هذا الأمر حتى لو تؤخذ في الاعتبار ولكن لا يجب المبلغة فيه لإنه دورة السلع يعني ما شاهدناه من ارتفاعات يعني بيتجاوز بصورة غير منطقية الحديث عن دورة السلع بمعنى إنه السلع مازالت مرتفعة على الرغم من دخول انخفاض الدولار وعلى الرغم من دخول مستلزمات إنتاج وتوافر السلع الغذائية فبالتالي يعني الأمر حتى لو كان فيه شكوى أو فيه ملحوظة من جانب المنتجين والمصنعين لكن من ناحية أخرى يجب إنه نحن نكون يعني واقعيين إنه لا تبد أن يكون كما ذكرنا فيه توازن ما بين تكلفة الإنتاج وما بين السعر النهائي للمستهلك يعني لا بد أن يكون فيه توازن في السوق وليس خلينا نقول وليس ترك الأمر لارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع هل دولة رئيسة وزراء مدي مهلة محددة خلال مثلا يوم 2 سبوع 10 عشان نجد إنه المواطن يحس أو يشعر بالانخفاض الأسعار بشكل حقيقي؟ دولة رئيسة وزراء أوضح بسرعة ضرورة عقد الاجتماعات على مستوى الغرف التجارية وعقد اجتماع مع المصنعين من قبل معالي سيد وزير التجارة والصناعة وبالتالي إن شاء الله يعني على خلينا حداك نقول إن شاء الله على الأسبوع المقبل سيتم إعلان إن لم يكن قبل ذلك لكن على الأسبوع المقبل إن شاء الله بالكتير سنشهد إعلان عن خفض أسعار السلع إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا مصر محمد الحمصاني المتحدث الرسم باسم مجلس الوزراء النهاردة دكتورة رانيا المشاط كمان قالت لنا خبر سعيد إنه البنك الدولي يعلن حزم التمويلات جديدة للاقتصاد المصري بـ 6 مليارات دولار هكذا علان الدكتورة رانيا المشاطة وزيرة التعاون الدولي مصر لدى منوعة البنك الدولي وكذلك ده طبعا لدعم جهود إجراءات مصر لإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها أدلاء المصرية وقالت إنه سيتم توفير 100 دولار تمويلات خلال 3 سنوات اللي جاية بوعدت مليارات لبرنامج الذي تنفذه الحكومة المصرية و3 دولار تمكين أيضا القطاع الخاص وكذلك ربما هذا الأمر أيضا زي ما قلت لحاكم شوية بيدفع إلى أن مصر النهاردة بيكون عندها طبعا الخطة بتاعتها تتجاوز هي تصل حوالي 58 مليار بلومبرج بتقول أنه مساعدات البنك الدولي ترفع خطة الإنقاذ العالمية لمصر إلى أكثر من 50 مليار دولار وأنه الدولي اتكلم النهاردة على أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار وده بيعزز خطة الإنقاذ العالمي لإقتصاد مصر المتعثر إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الأسبوع القليلة الماضية وأن البنك أكد أن نوع التمويل الذي يغطي سنوات السلاس المقبلة يستهدف الدعم الحكومي بينما يستهدف الجزء المتبق من التمويل دعم القطاع الخاص الذي أكد المسؤولون المصريون أنه مفتاح النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط وإذن البنك الدولي بيعلن ودكتور أردنا النشاط النهاردة أعلنته وبالتالي تجاوزنا الأرقام التي كانت زي ما أقول كده محدش كان يتوقع نحن نوصل في هذه الأرقام إلى حوالي 58 مليار دولار مصر تحصد هذا الرقم خلال أقل من شهر موز وتوقيع شراكة صفقة رأس الحكمة مع أشقان في دولة الأمارات العربية المتحدة بكرة عندنا احتفالية أو اتنين هم اتنين الأولى العاشر من رمضان وبطبيعة الحال عشر رمضان يوم بالنسبة لنا يوم عظيم انتصارات اكتوبر العاشر من رمضان عام 73 اليوم التاني المهم جدا تسعتاشر مارس تسعة وتمانين مصر تسترد طابة بكرة نتكلم على خمسة وتلاتين سنة على استرداد طابة النهاردة تشرفت باللقاء الدكتور مفيد شهاب دكتور مفيد عالم من علماء مصر واحد من أهم أساسة القانون في يعني من مشهود لهم بكل شيء وتقدير واحترام بشكره أولا التقيت النهاردة الدكتور مفيد شهاب لأنه الدكتور مفيد شهاب لا يحتاج إلى تعريف كثير ولكن كان أحد أعضاء اللجنة القومية المصرية لاسترداد طابة تم تشكيل لجنة تضم 24 فارس تاني بقول فارس 24 بطل تاني بقول بطل 24 بطل مصري شاركوا في ملحمة مصرية عظيمة رجعت لنا طابة رجعت طابة حوار هيكون حوار بعد بكرة يوم الأربعة إن شاء الله عشان بكرة يكون عندنا الاحتفالية والسهدة رئيس بكرة يكون يعني شرف الاحتفالية غدا لنتقيمها القوات المسلحة غدا بإذن الله تعالى وهيكون الحوار إن شاء الله يوم الأربعة ساعة عشر بإذن الله حوار مطول يحكي فيه الدكتور مفيد شهاب الكثير من التفاصيل اللي بقول لحضراتكم يمكن على مدار 35 سنة ما سمعتهاش وكت حريص جدا إن ألتقى الدكتور مفيد شهاب عشان يكلمنا على طابة وكواليس طابة ما الذي جرى وعايز أقول لحضراتكم عندما تريد الدولة المصرية مصر لديها القوة القدرة الرجال لديها الخبرات والكفاءات في كل مجال تكلم على الدبلوماسية لدينا العسكرية لدينا أجس المعلومات والأمن القومي المصري لدينا أساتة القانون والتاريخ وجغرافي لدينا المساحة العسكرية وغيرها لدينا عندنا كل هذه الخبرات تجمعت حضراتكم في اللجنة القومية المصرية للسرداد طابة 24 بطل أو 24 فارس لازم يعني نترحم عن من توفاهم الله وندعو بيعني طولة العمر لكل من موجودين لدينا على قيد الحياة ربنا يديهم الصحة ومنهم الدكتور مفيد شهاب اللي أنا اتشرفت النهاردة خبرة كبيرة جداً قانونية عظيمة جداً هيشرح لحضراتكم ما جرى احنا رحنا ليه ولماذا أصر الرئيس مبارك رحمه الله على الذهاب إلى التحكيم هيحكي لحضراتكم الحكاية دي بالضبط بالمناسبة الرئيس مبارك حكيها لنا شخصياً ليه أنا شخصياً ولكن دكتور مفيد شهاب بيحكيها لأنه عضو في اللجنة وبيقول الكلام اللي هو موسق في الوسائق الرسمية وكمان دكتور مفيد شهاب هيقول لحضراتكم هي إسرائيل كانت عايزين منيني إيه بالضبط وهل كان ممكن معاهد السلام بيننا وبينهم تسعة وسبعين المعاهدة دي ممكن في لأ وقت من الأوقات يعني يتم تجميد العمل من جانب مصر بهذه المعاهدة هتسمعوا كلام مهم جداً إذا تمسكت إسرائيل بطابة اللي هي من ساعتها كيلو واثنين من عشرة كيلو متين كيلو تخيلوا والله كيلو بس اعرف مصر ورجال مصر والدولة المصرية ومؤسساتها لما هذه الملحمة ملحمة من أول رأسة جمهورية لجميع مؤسسات الدولة اشتغلوا عشان نرجع طابة كيلو متر آه والله لو كان شبر كنا هنعمل كده والله زي ما بنعمل النهاردة تاني بقول والله زي ما الرئيس عم تأسسي بيعمل النهاردة ان الحفاظ على كل حبة رمل بيتم النهاردة حصلت في طابة طابة الاسرائيل ما كانتش عايزة ترجحها عايزة اقول لكم ما كانش عايزة ترجحها دكتور موفيت شهابة هيقول لحضراتكم ماذا لو اسرائيل اسرائيل اصرت على عدم اعادة طابة الى مصر واحنا فيه معادة سلام هل كان يحصل ايه هيقول لكم هيشرح لكم اللي كان والاجتماعات اللي عملها الرئيس المبارك والاجتماع العاجل اللي عملها الرئيس المبارك عشان ياخدوا قرار اجتمع بيهم عمل لهم اجتماع عاجل عشان ياخدوا قرار هتسمعوا كلام مهمة اوي هتسمعوا كلام عن الارادة والتحدي ارادة مصر وانه مصر ما بتسبش ولا تفرط في حب ترامل لكانت ولا هيحدث في المؤيام ابدا انه البلد ابدا تفرط في شبر من اراضيها هتشوفوا العلامات دي اللي قدام حضراتكم دي هيشرح لكم الدكتور مفيد شهاب على الخريطة لا اول مرة بيشرح الخريطة بالمناسبة دي الخريطة اللي كانت موجودة وتم استخداء هذي الخرائط اللي قدام المحكمة هيشرح لحضراتكم العلامات ايه المشكلة ايه الحكاية طابة اللي موجودة على خليج العقبة وعندنا كمان رأس النقب كان مهمة اوي بتكلم على رأس النقب كمان بتكلم على تفاصيل كتير جدا وتطورات كتير جدا وكمان بتكلم على الوقت الحالي بتكلم حتى وصلنا الى خدنا جزء مهمة اوي لان انا محب كمان الناس على مدار سنوات لو كان نس يوم احنا رجعنا طابة ازاي طب ايه حكاية طابة واحنا بنحتفل النهاردة بخمسة وثلاثين سنة على استعادة طابة ورفع العلامة من مصر على طابة لازم نفتكر كويس اوي اللي حصل ونفتكر كويس اوي احنا روحنا ليه ونفتكر كويس اوي كل لعظة البلد دي كل حبة رامل غلي علينا غلي على قادة مصر غلي على جيش مصر غلي على الشعب المصري كله وبالتالي تجدوا الشعب يتوحد وراء القيادة في الموقف اللي احنا فيه النهاردة زي ما احنا موجودين النهاردة في مارس 24 الشعب يتوحد خلف القيادة وخلف الرئيس والقوات المسلحة للدفاع عن كل شبر من ارض مصر حصل كده في طابة وحصل كده لما خدنا قرار ورئيس سادات خد قرار الحرب ما وخد قرار حرب الرئيس سادات ليه عشان نجع الارض يعني عملنا عمل عسكري حاربنا من اجل نرجع اراضينا ورجعناها لو رحنا حرب ثم السلام معاهدة السلام 79 ثم رحنا للتحكيم الدولة عشان نرجع طابة اللي كان الكيلومتر ده اسرائيل مش عايزة تسيجه اخد الكيلومتر ده وانا فاضلة هنا والامريكان بقى كان لهم طلبات وحاجات هتسمعوا حوار مهم جدا مع الدكتور مفيد شهاب بشكره جدا 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 ساعت قوي النهاردة تشرفت بدكتور مفيد شهاب اليوم وبهذا الحوار الممتع واللنا يعني بعتبره من الحاجات اللي أنا يعني بالنسبة لي مهم جدا في توقيت مهم جدا بنتكلم فيه عن بلدنا وبنتكلم فيه عن تاريخ للبلد وبنتكلم فيه عن دولة مصرية لا تفرط أبدا أبدا في أي حبة رمل وعلى مدار تاريخ مصر كده على مدار تاريخ مصر رئيس عفتاح السيسي من كم يوم قال لنا احنا حدودنا بقالها آلاف السنين هتفضل حدودنا آلاف السنين لحد هيغيرها ولا حد هيقرب لها ولا هنغيرها هنحافظ عليها استلمناها كده وهنسلمها هي كده هي مصر كده حدودك تفضل كده حد شيء قرب لها ولا حد هيقرب لها بالمناسبة وما تسمعوا مع الدكتور مفيد شهاب كمان يوم الأربع الحوار هتعرفوا كمان الدنيا كلها مصر إيه مصر لما بتاخد قرار بتعمل معا إيه وكله بيبقى عامل ألف حساب لأن عندك تاني بقول عندنا العقول لما يبقى عندنا فريق عمل وأقول لكم القضايا القومية دي قضية طابة وحدت كل مصر كل مصر خلف قضية طابة عشان نرجحها زي ما احنا النهاردة كلنا مع بعض كده عشان ولا حد هيجروا بالمناسبة ولا حد هيجروا أبدا إن شاء الله بفضل ربنا يقرب لنا التحدي أوروبي مبارح طبعا دقاء المهم مبارح مع السيد الرئيس عفتاح السيسي طبعا في القاهرة وأنا يمكن ليه هنا كلمتين بكررهم كل كامي يوم للمقيمين على أرض مصر الضيوف اللي موجودين عندنا لو سمحتوا حان الوقت إنه أي حد ما عندوش بطاقة إقامة عليه التوجه إلى إدارة الجوازات والهجرة والجنسية لابد لأنه ده أولا إحنا بنعمل حاليا الإجراءات الخاصة به التحول الرقمي وتسهيل تعامل الأجانب المقيمين على أرض مصر مع مؤسسات الدولة النصرية من خلال بطاقة بطاقة ما حدش يتعامل مع أي حد بعد كده ما هوش بطاقة البطاقة بطاقة الإقامة في أي حد النهاردة ما عندوش موفقش أوضاعه ما عندوش بطاقة إقامة لو سمحتوا توجهوا إلى الجوازات عشان تعملوا الإجراءات عشان يسجلوا البيانات بتاعتكم وتاخد البطاقة بطاقة الهوية أو بطاقة الإقامة للتعامل مع مؤسسات الدولة طيب فرضا 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 حد قالك والله انتهت المؤلة وما رحت الشياء عملت لبطاقة الإقامة في إدارة الجوازات والهجرة والجنسية ما فيش مصلحة ولا جهة ولا هيئة في مصر تتعامل معاك الدولة المصرية ومؤسستها تتعامل فقط مع حاملي بطاقات الإقامة من الأجانب دول غير السياحة السياحة ملاش علاقة أنا بتكلم على المقيم زي اللي احنا منعليهم ضيوف التسعة مليون احنا منتكلم عليهم تسعة مليون هل كلهم عمل بطاقات إقامة؟ لا طب في ناس منهم عملت؟ نعم طب اللي ما عملش بنقوله لو سمحت لازم تعمل بطاقة إقامة لو ما عملتش لن تحصل على أي خدمات من الدولة المصرية لن يكون أصلا هناك تعامل معاك أبدا من الدولة المصرية وبالتالي الدولة بعد كده لها حق تاخد أي إجراء تراه يحافظ على أمنها القومي يبقى المصاحة الأولى الهدف الأولاني احنا بنعمل تحاول رقمي وبالتالي التحاول الرقمي للأجانب اللي هم موجودين على أرض مصر لازم يروح مصطحة الجوازات عشان أعرف تاخد بطاقة إقامة تعمل معنا تعمل مع كهس الدولة يعني في مهلة محددة لازم يتم هذا الأمر قبل انتهاء المهلة المحددة بعد انتهاء المهلة لن يكون هناك أبدا أي تعامل مع أي أجنبي مقيم على أرض مصر إلا من لديه بطاقة إقامة نقطة وكل يوم التاني هرجع أتكلم في الموضوع ده وأقول لكم إيه الحكاية ونصلح الحكاية ونصحح الحكاية لكن نطلع فاصل سمعود لحضراتكم عشان أقول لكم النهاردة كنا كان عندنا أفطار جميل جدا النهاردة فين؟ بعد الفاصل برجع مع حضراتكم مرة تانية أوريكم مكان جميل جدا رائع كل النهاردة ستناب محمل أبلوانين عامل حفل إفطار لشبكة قنوات صدى البلد والموقع الإخباري كنا موجودين فين؟ أوريكم المكان مكان الجميل ده مكان الجميل ده كليوباترامول موجود في 6 أكتوبر على طريق على المحور ده ما حاكم تشوفوا كده حاجة في منتهى الجمال مكان يعني بيتم تجهيزه على أعلى مستوى من التجهيزات هتلاقوا في هذا المكان إن شاء الله مع التجهيزات وطبعا كل الزملاء والزميلات اللي كانوا شيرين سليمان وفاتن عبن عبود وكل الزميلات ونهال طايل وكل طبعا الشبكة موجودة وكل الزملاء بصفة بكري أحمد صبري كله موجود النهاردة حاضر طبعا هذه الاحتفالية حفل إفطار موجودين النهاردة مع سيادة ناب محمد الملين اللي احنا بنحييه وبنشكره كمان المكان أكتر من رائع مكان طبعا على المحور مباشرة في مدينة الشيخ زايد جنبنا هنا قريب مننا مكان وليد رمضان محمد رزق محمد وديع معتز بطاوي كل بقى طبعا فريق العمل كله بنتكلم على الانتاج بنتكلم على التصريب بنتكلم على الإخراج بنتكلم على الإعداد بنتكلم على الموقع الإخبار بنتكلم على الجميع يعني كل الزملاء المقدمة البرامج ورؤساء تحرير البرامج كله كان موجود النهاردة والإعداد كلهم موجودين النهاردة في هذا الحفل حفل الأفطار الرائع في كليو باترة مول مول ده زي ما بقول لحقاكم ان شاء الله هيكون يعني في هذا المكان وهذه المنطقة نقلة كبيرة جدا هيكون زي ما حقاكم بتشوفوا حاجة مبهرة جدا مكان يعني رائع تجهيزات على أعلى مستوى هتلاقوا في المكان ده ان شاء الله المركات العالمية حاجات اللي هو البرندات اللي بتحبوها الناس بي هتلاقوا في المكان ده مثلا فيه عدد كبير جدا من دور العرض سينمائي طبعا يمكن عشر اتناشر شاشة موجودة في هذا المكان فيه طبعا كل الاحتياجات الأسرة المصرية هتكون موجودة في هذا المكان مجد يوسف كمان موجود وصل مبارح من بروكسل ومجد طبعا بنقول له الحمد لله على السلام مرة تانية كان مجد معانا في اللقاء في وهو موجود في المقر اللي تحدد أوروبا في بروكسل فيعني بنقول له الحمد لله على السلامة الحمد لله شفناه ورجع بالسلامة الحمد لله ما زال لسه بيعاني من كسر اصيب بيه ولكن شايفين الجمال شايفين المكان زي طبعا محمد هاني هناء السمري الهامة بالفتح كل الجميع كانوا حاضرين هذا الفطار النهاردة وكان يوم جميل ويوم رائع على أقل شفنا الناس كلها اليوم في هذه الاحتفالية الرائعة شايفين المكان عايز أوريكم بس حالكم بتشوفوا المكان بتعمل موقع متميز للغاية في مدينة الشيخ زايد على قد المحور هناك وهو شايفين هناك ده المحور قدامك على طول يعني محور قدام كليوباترامول وطبعا بقول لكم هيكون يعني مكان جاذب للمواطنين وللسياحة كمان بيجدوا فيها كل احتياجاتهم الأسرة المصرية كل طبقات هتجد احتياجاتها في هذا المكان ان شاء الله عندما يتم افتتاحه ويتم زي نبولا حاكوا طبعا فيه منتهى يعني التقدير كبير جدا وفيه فرص عمل كبيرة جدا منتكلم على فرص عمل على مدار ثلاث سنوات عمل في هذا المكان الجميل ايادي الاف الناس اللي اشتغلوا هنا شركات مصرية اشتغلت في هذا المكان الانجاز هذا المكان الكبير والمتميز والرائع ويكون يقدم يعني خدمة اضافية وايضا جاذب احنا منتكلم على مصر وسياحة بنتكلم على خدمات تقدم للمواطنين بتتكلم على مصريين بيحبوا يعني مصريين وغير المصريين كمان ولكن عندنا عادة شعب المصري عنده طبعا يعني يكون عنده متوفر له كل احتياجاته في كل مكان وزين بقول لكم ده مكان يضاهي اي مركز سجاري في اي بلد احنا من رحة ده يمكن كمان بيتميز بالتصميمات رائعة جدا لما تدخلوا المول ده تعودوا تتجولوا في الداخل طبعا لسه بيستمروا في استكمالوا ولكن على أقل الحاجات اللي هي خلصت لحد النهاردة بتقدروا تشوفوا نموذج متطور الغاية ما زال هناك طبعا مطاعم موجودة شغالة طوال طبعا بقالها عدة شهور وشغالة طبعا في رمضان سواء افطار او سحور زي ما حاكم بتشوفوا كده شغالة بسم الله ما شاء الله في طبعا اقبال كبير جدا وفي يعني تواجد كبير جدا من العائلات المصرية على هذا المكان ولكن ان شاء الله شايفين الجمال والروعة حاجة بقول لحاكم احنا عاديين كده رغم النهاردة في مطرة والجو برد وغيره ولكن الناس كلها ولا كان في اي يعني زي ما احنا شايفين كده طبعا دنيا كانت النهاردة زحمة جدا وقفة في ناس يعني طريق كان صعب ولكن رغم الاجواء الجو كان دفة بعد ما المطرة نزلت حصل يعني دفت والفطار والناس فطرت الحمد لله وستنا محمد كان ليه كلمة كمان كلمة تكلم فيها طبعا على بيشكر طبعا جهد كل شبكة قناوات صدى البلد والموقع الاخباري وشكر الجميع وقدم لهم كل التحية على طبعا الاداء وكمان تحدث ستنام محمد المنين ايضا على القمة المصرية الاوروبية ايضا وكان له كلمة مهمة خلال عزة مصطفى طبعا وانا بقول لحاكو يعني بحاول بقدر امكان ان كل الزملاء اللي كانوا موجودين يعني طالما بنشوفهم وكان دين رامس كمان موجودة النهاردة شفناها وعدد كمير جدا كل الزملاء والزملاء كانوا موجودين النهاردة ولكن نتابع النائب محمد المعنين وكن قبل ما نروح النائب محمد المعنين بأوركوا المشهد الجميل ده وتشوفوا كليوبا ترامبول لموجود في واحدة من اهم المناطق المتميزة في 6 اكتوبر وتحديدا في مدينة الشيخ زايد على المحور مباشرة وهذه اللقطة مع السيدة النائب محمد المعنين كل طبعا عزة مصطفى ونهال اللي هامو وفتح محمد هاني السيدة هبة طبعا شبانة كل يعني الزملاء الأفاضل كانوا طبعا موجودين في نهاية حفل الافطار طبعا احنا بعد الافطار على طول حضراتكم عارفين نحن بنفطر وبنجري عشان نطلع نلحق الهوى قولك ايه يا دوب بس ايه لازم طبعا مكان جيف موجودين ولكن شاركنا موجودين لحد الساعة 7 وربع 7 ونص كده وتحركنا طبعا عشان نلحق كمان نجهز للبرنامج وده عادة يعني في رمضان بيبقى الوقت سريع جدا وقصير جدا ولكن كمان مهم عشان نطلع في موعد نتابع ماذا قال النائب محمد في كلمته اليوم اثناء حفل الافطار هنا فين هنا في هذا المكان المتميز جدا كليو بطرة مول نتابع ان شاء الله يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال اسمحوا لي في البداية ارحب بحضراتكم الموقع المتميز لجروب كليو بطرة هذا الموقع طبعا اول مرة تتشرفونا فيه الموقع ده عبارة عن كليو بطرة مول اللي موجود في المحور 26 يوليو 6 اكتوبر والحقيقة احنا اصدنا نعمل حفلة النهاردة عشان نحتفل بيكم في هذا المكان وفي هذا الزمان والجمع المتميز من اسرة قنوات سنة البلد وكليو بطرة ميديا والموقع الاخباري اسمحوا لي في البداية ارحب بيكم جميعا ورحب بالاخ والصديق معاقل الوزير السوداني عبد الحميد موسى كاشا الاخ والصديق ونتمنى ان شاء الله في القريب العاجل ان تعود الامن والاستقرار الى السودان الشقيق ويعودوا اهلينا مرة اخرى وتمشي الامور الى مجاريها ونشعر بامننا وامننا من بلدنا الحبيب السودان الشقيق اسمحوا لي النهاردة مرة اخرى ارحب بيكم وقال لكم هلتان طيبين وقال لكم في تطور مستمر انتم عملتوا السنة دي على مدى كم شهر اللي فات ده تطور رائع كان ملموس وكان متشاف وكان ملاحظ وكان مقيم من كل يعني مريدية في صد البلد واللي بيتفرجوا على صد البلد واللي بيتابعوا كل التطور اللي حصل في صد البلد الحقيقة الشكل والمضمون المدام الهام الحقيقة قاعدة بترفع ايديها وبتسعف لكم وانا بشارك كبان التسعيف لكم وبقول يعني تحية خاصة الى الاقول النيرة والى القلوب الطهرة والى الافكار والى كل المجهود اللي بزل من اسرة القناة واللي انتوا قدمتوا فيه الحقيقة يعني يعني تقدم ملموس وتطور والناس الحقيقة كلموني وانا بتابع وبقول يعني ان شاء الله احنا في بداية الطريق الجميل خصوصا في اللحظات الحاسمة اللي بتبنى فيها مصر الحديثة انتوا شايفين النهار ده مصر بتتطور ازاي ومصر في عيون العالم كلها بقت ازاي الحلس بتاع انبارح ده ما يفتش مرور الكرام الحلس ده حلس يعني زي ما بيقولوا كده له دلالات سياسية ودلالات اقتصادية سخيرة الوزن هي احترام مصر واحترام قادة مصر واحترام امكانيات مصر واحترام ادارة مصر هذه البقعة اللي موجودة في خريطة العالم النهاردة اللي بتخاطب العالم كله بامكانياتها وبرؤاها وبإدارتها الحكيمة الحقيقة كان سبب لقوتها وسبب للتفاعل مع العالم كله الاستراتيجي وده اللي خلي النهار انبارح ست رؤساء وزارة ييجوا لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ربنا يحفظوا وينصروا ويقولولوا احنا مع مصر في الشراكة استراتيجية هذه الشراكة الاستراتيجية لها دلالة كبيرة وتشرحت ابارح على القنوات والحقيقة هو تقييم وتقدير لمصر سواء كان في الدور اللي قامت بها قبل كده او في الدور اللي ممكن تقوم به مستقبلا سواء كان في موضوع اهالينا في فلسطين واللي عز علينا كلنا ان هم يكونوا بيتين في العراء في رفح لكن هم بيصبروا عشان بلاتهم وبيصبروا عشان اراضيهم وبيصبروا عشان النصر بتاحهم ان شاء الله ليعودوا فيها لاراضيهم ويستردوا اراضيهم المحتلة برح سيادة الرئيس وضح للعالم كله موقف مصر ووضح حقوق الشعب الفلسطيني وحرص مصر على الرفض البات للتهجير القصري والرفض البات الى تصفية القضية الفلسطينية ولابد ان جماعة الفلسطينيين يعودوا لارضيهم واساس كل المشاكل ده كانت الاحتلال الى احنا كلينا عارفينه ان اساس المشكلة الفلسطينية هي الاحتلال الاسرائيknown للاراضي الفلسطينية ان شاء الله دعوتنا بالنصر المبين واسترداد الارض المحتلة وعودة كل الشعب الفلسطيني الى اراضيه المحتلة والنصر المبين بالأم العربية والأم الاسلامية انا بحقيكم مرة تانية وبقول الى كل الادارة اللي بتدير خلال سنوات سنة البلد فترة الاخيرة انتو عملتوا قفزات المنتجين والمخرجين وكل والمزيعين والمرسلين اللي حقيقة كان فيه منظومة من العمل الجيد اللي احنا بنتطلع طبعا الى مزيد من النجاح ومزيد من التقدم وبحقي كل المجهودات اللي بزلت واتوقع ان شاء الله السنة جاية حكونوا في مرتبة تانية وحكونوا في مكانة تانية على مستوى العالمي احنا منطلقين انطلاق كبيرة عشان مصر تستحق كده اشترك البلد هي قناة معمولة لخدمة الدولة المصرية لخدمة اهداف مصر الاستراتيجية واحنا قدامنا مصر وقدامنا تألق مصر سواء كان في الداخل او في خارج انا بحقيكم وبتمنى لكم كل نجاح وكل تقدير والسلام عليكم ورحمة الله شعبة المستثمرين برئاسة النائب محمد ابناني كانوا عمل اجتماع حول القمة الاوروبية المصرية الاوروبية التي عقدت بالامس واصضافة السيد الرئيس عفتاح السيسي لقادة دول الاتحاد الاوروبي رئيس المفوضية والدول ورؤساء الحكومات ومعهم كمان رئيس قبرص كان هذا الاجتماع اجتماع ايضا دار حول القمة والشراكة المصرية الاوروبية تحدث النائب محمد ابناني خلال هذا الاجتماع المهم مع كبار المستثمرين ومجلس ادارة شعبة المستثمرين فيما يتعلق بالشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي اهمية هذا التحرك من جانب الاتحاد الاوروبي في هذا التوقيت في اتجاه مصر اهمية الشراكة وما يعود من مميزات على مصر وعلى الاتحاد الاوروبي في التعاون وايضا رفع او ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي الى شراكة الاستراتيجية الشاملة ماذا جاء في هذا الاجتماع المهم وكمان كان فيه البيان للمجلس الاعمال المصري الاوروبي اللي اتكلمنا مبارح مع ستناب محمد ابناني عن هذا البيان ايضا وعن القمة المصرية الاوروبية نتابع ثم فاصل اخير وعود لحضرتكم اجتماع هام عقدته الشعبة العامة للمستثمرين برئاسة النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الاعمال المصري الاوروبية والذي استهله بتقديم جزيل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكلمته بالقمة المصرية الاوروبية لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي الى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة والتي تعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الاوروبي بسمكم جميعا حي الرئيس عبدالفتاح السيسي على المؤتمر ده او اللقاء اللي حصل ويعني استخبر فيه سيد الرئيس تلتة وزراء اوروبيين مع رئيسة الاتحاد الاوروبي ده حدث جلل حدث كبير جدا له دلالات كبيرة جدا حدث ما جاش من فراغة ولكن جي من وزن مصر وعمل مصر وقيمة مصر ونشاط مصر المحوري في المنطقة ده ما جاش والكلمات اللي اسمعناها من الرئيساء كلهم اكدوا على دور مصر المحوري في المنطقة وطبعا كل الناس كانوا بيكلموا على دورها في كذا القطاع فيما يتعلق بخضية غزة ودور مصر فيها والوساطة فيها وقف اطلاق النار والمساعدات اللي راحت من مصر ودور معبر رفح لما بنتمكننا ان ندخل معوناتنا والحقيقة استبات القوي اللي وقفها في مصر ضد كل المحاولات اللي ممكن تولع المنطقة وتشعر المنطقة كلها كما اعرب ابو العنين عن اشادة مجلس الاعمال المصري الاوروبي والشعبة العامة للمستثمرين بوثقة الاعلان السياسي المشترك بين الرئيس السيسي ورئيسة المفاوضية الاوروبية والتي تدعم تحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة اتحال الاوروبي لما عرض عرض مجموعة كبيرة من المبادرات المبادرات اللي اعراضها لاتحاد الاوروبي مش مبادرات تقليدية هو جيه هيدي حاجات منح لاتراد وفي نفس الوقت مع المنح في مشروعات كان من ضمن المقررات اللي تقالية النهاردة احنا عاوزين بقى نشوف مشروعات وعاوزين نتكلم على المجالات المختلفة في مجال التعليم نشوف نعمل ايه لان احنا محتاجين الخبرة والتكنولوجي العلمية المتخصصة في المجالات كلها محتاجين العلماء يجوا ودرسوا الولادنا ومحتاجين تكون فيه شراكات من الجامعات معنا ومحتاجين نشوف التدريب الفني والمهني والتخني همشي ازاي ومحتاجين علوم المستخبل ازاي تدرس في الجامعات المصرية فالحقيقة التوجه النهاردة الاتتيود اللي حصل لمصر والرئيس مصر والشعب مصر الحقيقة اصلك صدورنا جميعا كما شهد الاجتماع نقاشا هاما بين الحضور من اعضاء مجلس ادارة الشعبة العامة للمستثمرين الذين رحبوا بدعوة النائب محمد ابو العنين لعقد هذا اللقاء مؤكدين انه جاء مناسبا في ظل ما تشهد الدولة المصرية من نجاحات هامة في مجال الاستثمار والشراكات الاجنبية التي لها انعكاسات اقتصادية كبيرة وناجحة لمصر ما فيش شك ان الدور اللي احنا ممكن نلعبه ممكن يبقى ايجابي جدا احنا مش هنخرج تماما من الوعكة اللي مر بيها الاقتصاد المصري الا اذا زودنا انتاجنا ومش هينفع نزود الانتاج بتاعنا الا اذا زودنا الاستثمارات فاحنا محتاجين استثمار عشان يزيد الانتاج عشان نقدر نصدر كمان الفائد سياحة هي العنصر يمكن القوي اللي بيجيب عملة صعبة لمصر احنا محتاجين 250 الف غرفة فندقية جديدة على اساس السياحة تقدر تجيب 30 مليار ومفروض تجيب 50 ومفروض تجيب اكتر من كده بكتير انا يعني بنبه دلوقتي ما نديش ظهرنا لللي احنا اكتسبناه في الفترة اللي فاتت ونستسهل الاستراب لا نكمل اللي احنا عملناه ونحسن ونطور ونتعامل مع شركات اخرى متقدمة عندنا نجيبها في مصر تعمل استثمارات المجال الصناعي يعني ما نفعش نديله بقى السكتوريال كده ما انت محتاج فرش ومحتاج معدات ومحتاج ومحتاج حاجات كتيرة جدا كلنا بنخدم بعض واعتقد ان احنا يعني مقبلين باذن الله سبحانه وتعالى على فترة نمو العامل النفسي مهم جدا في الاستثمار مجرد من الناس تسمع ان فيه حوافز موجودة فيه حاجات جديدة بتتقدم للصناعة للمستثمر المصري المستثمر مصر نفسه اللي خرج خارج الحدود المصرية خلال السنة او السنتين اللي فاتوا وعملوا مكاتب ومشاريع في دول عربية كتير جدا قدمت لهم حوافز كتيرة مهم جدا نستعيدهم مرة تانية لانه دولا مهمين جدا لاستعادتهم احنا بنتكلم بقى اننا سنين طويلة جدا على زيادة الصدوات المصوية احنا نقدر نصدر شركات مصوية مش منتجات مصوية بس فانا شايف ان مكاتب تمثيل التجاوي ممكن تساعدنا ان هي تبقى هي الماركت ليدر لنا في السوق الافريكي بالذات وي السوق العربي اي استثمار اجنابي مباشر هيجي زي ما حاك قلت هيجيب تكنولوجيا هيخلق فرص عمل هيساعد ان احنا في مصر نعمل منتج مكناش بنعمله قبل كده اول حاجة ان هو يضمن ان هو لما هيخش في المشروعات اللي موجودة في مصر هيضمن ان هو يلاقي الاول سوق داخل مصر كما اكد ابو العنين على ضرورة الاتجاه الى التسويق الاستثماري لمصر بطريقة غير تقليدية بما يحقق قيمة مضافة خاصة مع قرب اصدار قانون الاستثمار خلال الدورة البرلمانية الحالية موطة مهمة جدا انا كرمت عليها في مجلس النواد والاسف ان جماع الاعلاميين ما بيكلمش عنها كتير هي قضية القيمة المضعفة ارض مصر كنا اعني على 6% 6% دول النهاردة 12 و2014 وخطة العشرين اللي حصل في العشر سنين دول لما تحسب القيمة المضعفة لمساحات الارض 6% دي كانت كام وبقت كام تطرع تريليونز مش يا داس حكمة بس القطاعات الاضافية اللي اضافت على المناطق دي علت القيمة المضعفة بتاع الأرض القديمة وعملت قيمة مضعفة جديدة على الأرض السحراوية المضعفة وأعرب عن أهمية عقد مؤتمر للاستثمار والصناعة والتصدير تقوم بتنفيذه الشعبة العامة للمستثمرين لمساندة الدولة ودعمها بالإضافة لمشاركته الفترة المقبلة بالعديد من المؤتمرات الدولية كممثل للبرلمان المصري ورئيس لمجلس الأعمال المصري الأوروبي النهاردة احنا بنتكلم على شراكة من نوع جديد شراكة استراتيجية محتاج الفكري يتقدم بقى محتاجين احنا نبدأ نبادر بفكرين احنا احنا عايزين من دول الشمال ايه في شمال المتوسط احنا عايزين منهم ايه وانا هاحضر حقيقة مؤتمرات الفترة اللي جاية دي في مؤتمر عندنا في الاشبونة في بورتغال وفي مؤتمرات تاني احنا هاحضرها برضو ممثل على البرلمان المصري هنكلم عن المضوعات دي بالتفصيل احنا محتاجين النهاردة نسوق مصر بطريقة غير تقليدية محتاجين كل واحد فينا له علاقات صناعية او علاقات تجارية مع حد يبدأ يبس الروح دي ويقول له احنا ماشيين على فين والخطط بتاعتنا احنا راحة فين وحسسوا بالطبعانينا لانه على قد ما احنا بنحاول نقول ان البلد بتتنمو البلد فيها امان والبلد فيها استثمار وفيها بوتينشا العالي عشان المستثمرين في بعض الناس بتحاول انها تتغمع الصورة وتقول معلومات مغلوطة ويجذبوا على العالم عشان يخلوفوا الناس الزيارة النهاردة دي فيها رسالة دي فيها رسالة النهاردة بتقول للعالم كله كفى ظلم عن مصر وكفى كذب عن البلد البلد امينة رئيسها بيدعو الاستثمار والمستثمرين جاد انه يعمل مؤتمر عشان يدعو كل اصحاب الرؤوس الاموال والاصحاب التكنولوجي واصحاب النهاء انهم ايجوا في البلد استثمروا بيطرح مشروعات املاقة مشاركة بين قطاع الخاص وبين الدولة بيطرح مشروعات جديدة بحوافز جديدة بنظام جديد قانون استثماري جديد هيتلقوا ان شاء الله ارجو انه يطلق في الدورة لي تسويق مصر عالميا بحتاج لحقيقة دور حكومي ودور نحن معاها فانا بحيّر حقيقة سفراء اتحاد الاوروبي اللي قالوا كلمة حقق عن مصر وشيهدوش هالتحقق عن مصر واللي وصلنا النهاردة الى وصول الى الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الاوروبي وان شاء الله نشوف بقى برامج اكبر وطموحاتنا الكبيرة اللي احنا حقينا فيها دي حقيقة عاصم الشندويلي لبرنامج على مسؤوليتي بشكر حقيقة شكرا جزيلا شوفكم بكرا ان شاء الله اسبوع الالف خير اشتركوا في القناة